طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نكمل إن شاء الله نحن الآن هاي المحاضرة رقم تسعة عم نغطي قدر أمكان فقر الدم وحالات سريلية فيها حكينا برحب اللشنة بموضوع فقر الدم الحلالي هي مرتك إليمية طيب الآن في عنا هالحالة هاي الممتازة هالحالة هاي طيب هاي 32 سنة امرأة في المشفى الآن بسبب تعب عام عم أتطور عم صيفي عنده ديء تنفس اسمه ديء تنفس شي كمان لاحظت كمان هي أنه صافي عنده دكان دكان بالبول بول داكن أو لون غامئ خلال أسبوع الماضي وكان صافي عنده كمان أصفرار بالجلد يعني حركة يرقان يرقان أو حركة زيادة بالروبن وصار في دارك يورن وصار في صفرار بالجلد آخر كم يوم عنده القصة السريرية السابقة طبيعية ما في عنده أي أمراض سابقة ما بتاخد أي أدوية ما عنده أي شكايات أو جراحات سابقة الآن بفحص السريري مريضة في عنده ما في عنده حرارة تمام ما في عنده في عنده مريضة شحوب وفي عنده يرقان موجود خلال الفحص السريري في عنده متما حكينا ببعض أنواع الأليمية وفقر الدم خاصة يكون الدم قليل كتير وفي عندك صار وممر فيزيائية وتصين على الإنسان بسبب نقطة الدم الشديد طيب ما في عنده عقود لنفاوية ولا في موجود تضخم بالطحار والكبد ملخص حالي مريضة صغيرة بالعمر ما في أمراض سابقة فجأة خلال الأسبوع صار في عنده حركة يرقان ومثل فقر الدم فلانا سألو استقصاءات طلع عنده الخضاب أربعة طلع عنده الخلايا الدم الطبيعية البيضة الطبيعية ليكوسايت أو WBC دائما منطلع بما ما مشاهد نحن الخضاب فورا عيننا بتروح على MCV MCV كثير مرتفع كثير مرتفع على فكرة أن تتركهم وتحكينا على ماكروستيك أنيميا حكينا على يعني خلايا فقر الدم خلايا الحمراء الكبيرة كل الأسباب حكيناها بتأدي لارتفاع MCV شوي مثل ما حكيت سابقا يعني من 100 للطبيعي 80% طبيعي فور 100 101 102 105 107 كثير مثل ما حكيت في بس أمراض قليلة هذا واحد مننا بأدي لارتفاع شديد بالمسي في الصفيحات الطبيعية فالآن نحن متوجه لعندنا مشكلة ماكروستيك أنيميا شديدة مثل ما حكينا بارحة بما أن فكرنا خطرنا بالفحص السريل اللي في عندها قصة يارقان والحلال نعمل الشبكيات مرتفعة كتير شايفين بالروبن هو هذا الستة فنحن البلروبن إذا أنت بدأت تعمل أفضل طريقة لتعرف يعني تعمل تشغيص الفريقي لأسباب ارتفاع البلروبن هو تعمل ديراكت وإنديراكت يعني يعني الديراكت هو مشكلة مشكلة بالكبد مشكلة انسدادية بالطرق الصفراوية إلى آخر هي عدت مشكلة انحلالية فهون الديراكت صغير بالإنديراكت عالي كتير هي تريبا 6.7 نصبعين تريبا 5.5 هي ال الإنديراكت فحكينا لما نصغل في انحلال نعمل ldh نعمل هابتوغلوبن يكون قديل كتير والldh يكون عالي كتير فنحن هلأ في عندنا فكرة ماكروستيك أنيميا الآن شايفين هاللطاقة هاي عاكينا فيه نحن مبارحة شي مشابه لألا هاللطاقة كتير تشخيصية لو انت عطيتني هاللطاقة هاي من دون اي قصة سريرية ولا من دون اي مرض وينفكرة من حلال ومن دون حتى من دون الCBC كله بلك التشخيص هذا التشخيص كتير كتير يعني واضح هذا المريض كما حكينا مبارحة عنده أو تجمع بكرة دم الحمراء وتجمعه سوا وعادة اللي بساوية هي اللي بساوية ارتصاص هاد أو تجمع أو هو الكولد أو تعمين هميرتك انيميا الكولد فانت مثلا حكينا مبارحة نحن بسبب التجمع وكنا نرد دم الحمراء بطريقة هاي الماشين أو جهاز الCBC بيقرأ الMCV عالي كتير بيقرأ هاي كله كأن واحد MCV واحدة بس كأن يكون دم حمراء واحدة يعطيك MCV فهذا القصة كتير تشخيصية للكولد أوتوميون هميرتك أنيميا حكينا مبارحة تذكروا هي IgM حكينا بصيفية زيادة بالcomplement C3 وحكينا أنه بصيفية انحلال دم شديد مع ارتفاع ببلروبن والLDH والخفاض بالهابتوغلوبن وارتفاع بالشباكيات وحكينا أنه سبب متعددة منها ثانية ومنها فقط مراعية فقط لا غير بس بصيفية عندك antibodies هيك حتى من دون ترجر بدون تحفيز من أي شي وأحد الأمور التحفيزية التساوية هي ماكو فلازما نيمونيا تلاقي حتى لو تاخد انت هذا الانبوب تبع فحص الدم تلاقي كله تخسر فورا يعني تخسر مو صفي جلطة لا تجمع عفو مو تخسر أخي أصحاب الكلمة تجمع و سوى تجمع و سوى كله مثل صفي صفي تلاقي تشيله بشكل شاقولي تلاقي الدم تحت تجمع وبينها تسير من فوق الأصفر بتنفوق فلا هذا المريض على فكرة نفس المريض اللي بتاخد هالتيوب هذا نفسه بتاخد هالتيوب نفسه فحص يعني هذا من بوب الدم وتعمله غورم أو بتسخنه بداج حرارة حرارة المخبر بداج حرارة للإنسان الطبيعي بتلاقي بتلاقي الرجع بدون ما يصيف يعني التجمع رجع طبيعي الدم حتى بتلاقي رجع إذا تعمله ثلاثة مرة ثانية بالدم الجديد اللي أنت عم تلله يعني غورم أو دفيته بتلاقي راحه الالتجمع هدول تجمع وكرة الدم الحمراء تكون راحه خفه تمام فالعلاج تبع هالمرض هاد السؤال هو بالحال هاي ما هو العلاج ل هذا سلايد ديك غلط ما هو علاج المرض هاد الكل مرتك أنيميا علاج الأساسي كما حكينا هو يعني علاج السبب يسبب لأله بشكل أساسي يعني شيء في عندك أنت مايكو بلازما نيمونيا في عندك أنت فيروس معين في عندك تعرض لدو معين هذا علاج أساسي علاج النوبة يصبح نوبة أنيميا شديدة ممكن ينتقل دم من المريض وتعطي بعض الأدوية منها الأدوية لتقسمها كما ممكن نعطى المرضى أحينا نعطى كورتيزونات عالي بشكل عالي فهذا العلاج العلاجات عاتم من ظل الأخصائي يعني ما حيجيكم امتحان أنتو علاجات أمراض معينة بس أنا هاي حطيتها مشان تطلعوا عليها بس هاي الحالة يعني كتير واضحة وكتير سهلة وكتير مفروض يعني كطبيب تنعرف وهي حالة يعني مشان تتغطى بشكل جيد مضوع الأوتوميون هيمولاتي أينيميا فقر الدم الحلالي المناعي طب الآن حذا إحنا حكينا أنه عنا وعنا 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 شيء وراثي وعنا شيء مكتسب بالنسبة للشيء المكتسب غطينا للشيء الأساسي من برحة موضوع الأوتوميون نحكينا الفرق بين والوارم لأننا نحكي المكتسب النن إميون ليس بسبب شيء مناعي ليس بسبب مضادات مناعية بتشكل بتحطم كلها الدم الحمراء نحكي النن إميون فعندك غطيت هون شغلتين أساسيات تمام عندك الماكرو أنجل باتيك يعني شيء اللي بيؤدي إلى تحطيم خريه الدم الحمراء ولكن شيء بسبب شيء خارج الوع الدموي تمام فمنا نحكي نفس الشيء بصير عندك إرثروسايت فراغمنتيشن أو تحطيم لكل الدم الحمراء مثل ما شفنا باللطاخات السابقة بصير فيه كمان نفس الشيء بالنسبة للفحص الدم تلمونيت فيه عنده أنيميا فقر الدم وعنده إزيارة ال-LDH ليش؟ أنا مصيف عندك تحطيم كل الدم الحمراء بزيد ال-LDH وزيد الشبكيات ليش؟ لأن البون مارو نقي العظم بحاول دائما يعوض يفرز أكتر ومصيف عندك نقص بالهابتوغلوبن فهدول الأشياء كمان مثل ما بتنشاف أي نوع من أنواع الهمونيتك أنيميا بتنشاف كمان بسبب هذا هو ما يكن أنجب هذك هلأ مسبباتها للأشياء الخارجية كثير أنا بشوف حين بجينا استشارات يعني لحلال دم حتى بكون بسيط الطبيب العام بطلب استشاري ما عنده فكرة ليش المريض عمصيف عنده فقط دم فبنجي استشاري بطلع هيك خلال قصة الجيدة فحصة جيدة تلاقي هذا المريض في عنده قصة المشاكل بصمام القلب وفي عنده قلب صمام اصطناعي فالآن هذا بيؤدي إلى نحلال دم بسبب استدام الدم الدورة الدموية خلال الدورة اللي بصير بتستدام بال او بالجسم الاصطناعي من الصمامات الاصطناعية وبسبب تحطيم الخلايا الدم الحمراء النوع الثاني كمان من الخلايا او من الاجهزة الاصطناعية الخارجية الالفاد اسمها في بعض المرضى اللي عنده قصور قلب شديد انه بصير عندهم ركبولا مثل الجهاز بال البطين الايسر لا يساعد بضخ القلب هاي احيانا بتصير بعض الاشخاص بالعمليات كمان بقدي لحلال دم الطبيب يعرف اش هاي يعرف انه بصير عندهم بعض ساعة مسلا او عشرة ليس شديد كتير لكن قليل ومشكلة مرضى القلب بحتاج ويكون عنده خضاب جيد يعني انت عندك اصلا مشكلة تروية بالقلب وتيجي تعطيني اقل خضاب فاقل اكسجة فبزيد العراض وزيد المشاكل في حتى لو خضاب ما كتير قليلة ما كتير كتير شديد قليلة بس بصير عندهم اعراض ومشاكل للأسف ما في العلاج مثلا اعطيهم فرضنا استيرويدات او كذا والآخر او حتى نقلهم دم يعني الدم جديد قدش تكفي اسبوع اسبوع برجع نفس شي مريض لنفس الحال للأسف ما في العلاج غير انه ينشال او يتبدل الصمام عادة المرض هالبصير مكون في صمام صالة فترة مليحة ليس صمام جديد فيتبدل الصمام او يتغير الالفاد حتى يتحسن طيب لان هاي هاي شغلة شغلة الثانية في مرض مرض كما مقدر لنحلال دم اسمه paroxysmal neptunal hemoglobin urea اذا حد عنده الترجمة يساعد لنحلال الدم الليلي ما بعرف البيلة الدموية يمكن الليلية وهيك شي هذا المرض اسمه PNH على هذا المرض بصي عندك مشكلة بال بال الخليط دم الحمراء نفسه بتكوين خليط دم الحمراء بتأدي الى طفرة جينية بتأدي الى مشكلة في تصنيق دم الحمراء وانحلال مستمر طرفية تمام فهذا المرض نادر جدا ولكن مثل ما حكينا مرض TTP نادر مرض الحكينا كمان امراض نادرة كمان امراض نادرة بس بتجي الامتحانات لانه بالحية العملية اذا واحد روح على حاله المرض هاد وما عرفه وما شخصه انه هاي شال كبير لانه المريض ممكن موت اذا ما عرف الطبيب بالضبط شو الاشياء اللي لازم يقطب المرض هاد وشو الاشياء لازم كيف شخصه فيها وكيف نحن نعالج مريض ف مثل هذا اندر من TTP هذا اسمه PNH بصير عنده ثلاث شغلات اساسية ثلاث اشياء اساسية بصير فيه عنده pancytopenia يعني كل انواع كرد تنزل الحمراء والبيضاء والصفحات كل بنزل ونخفض بصيف عنده انحلال وصيف عنده جلطات ثرمبوسز هالثلاث شغلات هاي الثراثي المرح هذا اللي بيؤدي الى مرض البي 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 الان في عنا في عنا فحص معين اسمه flow cytometry flow cytometry هو اللي بيشخص المرض هاد من خلال نقص بروتينات معينة هي اسمه cd55 cd59 تمام وهذا من خلال الفحص هاد بالمخبر المعين هو يعني يعطينا نتاج ايجابية وسلبي زي ايجابية معتها هذا مرض موجود والP&H بالنسبة للكون يعني الشيء الاساسي لازم تعرفوه ليس التشخيص تشخيص صعب كفحص كفحص المخبري ولا حتى العلاج بدي يكن تعرفو انه فيه هاد المرض موجود واسمه ودي يكن تعرفو انه عندك ثلاثة هالثلاثة اشياء الموجودة اذا التأيت دائما تفكر بالمرض هاد الحلال دم وبانسيتوبينيا باضافة ل خثرات الدم جلطات الدم الخثرية خاصة بالاوعية تمام يعني عندك مثل بسموه DVT او عندك صمرة اوية تمام اذا في مجال تقرأو اكتر عن المرض هاد تقرأو وتشوفو كيف ترجمته باللغة العربية وتقرأو كمان كيف مسبباته مهم ان شاء الله انا حض ان شاء الله هاي حالي عليه وهذا كمان فيه شغلي انه هذا المرض P&H بيجي عن المرضى الضغاب العمر يعني ليس مريض كبير كتير ببلش عنده بانسات يفكر انه عنده بلش الخضاب تبعه ينزل وبلش الكوردة من بيضاء انه تنزل بسبب مشكلة بالبونمرو او لوكيميا او مثلا مثلا ما حكينا MDS لا هذا ممكن حتى ناس الضغاب العمر ببلش عندهم انحلال وتجلطات وبانسات فهذا المرض P&H فالآن عندنا مريض 24 سنة عنده تعب عام شديد وعنده dark urine مثل ما حكينا dark urine واصفرار يعني صار الدم عفا صار البول داكن او غامع باضافة لمنظور اليرقان دم او واحد يفكر اذا صار فيه انشاء الله تهي ففي مشكلة بالبل روبن يعني حلالية اما مشكلة بالكبد فعنده عراض لك كذا شهر بلاش يجي على المشفى بسبب ديء تنفس بسبب الأنيمية خضاب الدم بينزل ومشكلة بالأبدام والبين يعني في ألم البطن وصار في شايف اسمه هيمقلوب نيوريا هيمقلوب نيوريا حي كمان صار يشوف انه حمرار بالبول ف يعني هاي حالة يعني فكر فيه الواحد صعب كتير يقرأ الـ CBC عندك خضاب نازل عندك البيضاء نازلين الصفيحات نازلين عندك ارتفاع بالشبكيات دليل انحلال ارتفاع بالLDH وانخفاء بالهابتو ففي عندك بانسايتوبينيا يعني كل الخلاء الدم نازلي زائد دليل دلائل انحلالية عندك بال او بفحص البول فعندك دم زائد اروعة في دم فهيمتوريا او نزيف في مع البول بالاضافة الى بانسايتوبينيا بمنطقة الكبد ب portal vein اسمه تمام فهي الحالة يعني مشخصة سريرية مشخصة على الشك كبير بالPnH فبتعامل ل الفلو سايتمتري الفلو سايتمتري اللي حكينا بالساعد اللي قبله وبطلع عنا ان المريض في عنده المشكلة المعينة بالPnH بره اخرى ليش مهم نحن نعرف المرض هاد لان المرض ازا ما عرفنا ازا شفنا المريض هاد ما عرفنا نفك بالتشخيص ما عرف كيف نحوله او يعني نعطينا علاج معين المريض يعني بيموت بيموت من خسرة بيموت من نزيف بيموت من كل الاشياء هاي ف متبقت لكم بعض الاسئلة شايع بالامتحانات بسبب انه فيه الى شيء معين مشخص لازم نعرف اذو الطبيب مشان يقارب المريض بشكل جيد طيب الان انا خلصت خلصت محاضرة من حلال الدم قدنا فيها مبارح واليوم حكينا فيها يعني قدر الامكان غطينا معظم المطلوب طيب فنحن خلال المحاضرات التسعة الماضي يا شباب ويا صبايا ونخص سريع غطينا اول محاضرة وطاخات دم الشائعة غطينا بعضين ثم محاضرات مسكنا للفقر الدم حاولنا قدر الامكان يعني نمشي عليه بالتفصيل اذكركم انه كثير مهم تفكروا بالقصص سريرية بشكل جيد كثير مهم تعرفوا تعملوا فحص سرير بشكل جيد بس يجيكن مريض باستشارة او بطلب او بسؤال او بحالة فقر دم فورا في يعني طريقة كيف تؤرد خضاب نازل فورا تروح على المكروسي 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 صغيرة الحجم المكروسي بتفكروا باشياء معين حكينا فيها اذا طبيعة الحجم اذا المكروسي متفعة بتفكروا بالماكروسي المكروسي كمان في الاسباب معينة كل سبب حكينا فيه بشكل مختصر بشكل تفصيلي حكينا كمان انه لما تشوف الخضاب نازل بتروح كمان رأسا عينك بتروح بعد المكروسي بتروح على خضاب دم عفوا على كرة الدم البيضاء والصفيحات تشوف مشكلة بس انيميا ولكن عندك بايساتوبينيا يعني اثنين نازلين ولا بايساتوبينيا كلهم نازلين كمان بتعمل تفحص شبكيات اذا شكيت بانحلال الدم واي مريض في عنده normal static anemia فك دائما تعمل كمان شبكيات الان كمان 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 مهم باي مريض فقر دم انه انت تطلع على الصفيحات حكينا فيها كمان تطلع على اللطاقة الدموية اللطاقة الدموية كتير مهمة وكتير جيدة انه واحد تعود يشوفها الا اذا كان شيء يعني مبين شو السبب فرض ايرو ديفيشنسي او فرض مريض في عنده اا يعني نقص بالبي تناش او يعني لو شيء كتير واضح ما في داعي ولكن اذا شيء امراض تفحصها تعمل استقصاءات بدك على تشخيص تفريقي بدك تتعلم دائما موضوع اللطاقة كتير كتير مهم طيب الان نحن يعني الذي عملته كمان فكرت لو ممكن حاكين حيكون معنا وقت شوي فاضي عشر دقائق كتبت كم سؤال و اذا بدك ممكن نحن طيب اربع سئلة سريعة ممكن ايكا واحد يستخدم في الاجواء و اذا حاب تشارك معي والله ياريت طيب هاي اسئلة على فكرة يعني ان حطيناها بامتحان سن الماضي لازم ألاقي طيب اول سؤال من الناحية المرضية فقر الدم مرض المزمن حكينا في الكرونيك أنيميا أو أنيميك كرونيك ديزيز يكون لديك ارتفاع هبسايدن انخفاض هبسايدن انخفاض فريتين ارتفاع TIBC والارتفاع MCV إذا في حد المزمناء نحن لا نذكر أسماء أو نضغط على حدا إذا حد المزمناء يمكن يعني يساعد يشارك يسأل يستفسر نحن جاهزين وما شو رأيكم بيجاوب هذا السؤال حطوه مرة ثانية هاي أربعة سئلة نحكي فيها بعدين خلص اليوم ومن الثاني إن شاء الله أسبوع القادم هنشوف إذا في حد زمراء آخرين يغطوا المواضيع قادمة إن شاء الله أسبوع القادم ولكن خلص الأربعة سئلة طيب مين حاب يساعد حكينا فيها بالمحاضرة ممكن الثالثة حكينا من أكتر أشياء أشياء أسباب فخر الدم هي أنيميا بكورونيك ديزيز أنيميا أمراض أمراض المزمنة وحكينا إذا بتذكروا على منضوع الهبسايدن أو البروتين معين بتطلع من الكبد هو بتحكم بالحديد وتحكم كيف تخلي الحديد جو الخلايا المعينة في حدا حاب يشلف هيك جواب موجود شيء للشات أخي يا سين والشات موجود هل يكتب أنا عندي شات مغلق دكتور بالنسبة للشات لما نتحدث ضمن مجموعة التيم ما ضعي إذا دكتور بتحسين تشوف هنا عندما لا 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 أشعر جرب بعض رسالة بطلع عندي شيء إذا بعضت رسالة جاب حاطيني إنو التشات بس ما سموح لناس التيم ممبرز ومع فليش على كل حال حدا حاب يجاوب أول سؤال بحل من يومين أخوائل أخوائل معنا موجود أخوائل من يوم أخوائل من يوم الحديد من يومين حديد من يومين لأخوائل من يومين لأخوائل من يومين ومع فليش ومع فليش ومع فليش NASA ومع فليش ومع فريش المخزن بصير اتفاع فيه لانه بخزنه اكتر له بساعدة الحاب يعني يحاب يعرف اكتر يروح على المحاضرة حطينا الصورة والدايجرام وكيف بصير اشي هذا. هلا ما بصير في الاتفاع هي 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 بصير اتفاع لان بصير في عندك انت الخفاض بالحديد فبصير عندك زيارة بالتي يعني بصير عندك خلية الدم الحمراء بصير بده حديد اكتر فبصير زيارة اي بي سي. هذا الام سي في اعتن بفقر الدم امراض المزمنة يكون عندك الام سي في ياما الطبيعي يعني بصير شديد كتير بصير يعني انخفاض ام سي في وليس طيب الان اه جميع من ما يلي صحيح في مرض التي تي بي تي بي حكينا في هو ثرومبوتك ثرومبوسايتو بينك بوربرا تي تي بي اه كله صحيح معده شغال وحده كله تصفيحات فشاكولوي فقدم الحلالي فرط فرط الكالسيوم هايبكالسيميا ولا حمى في احد احابب بيتبرع بالجواب ولا يتبرع لحالي دلكن يعني اقرؤ اسواة مرة تانية لحاكم واذا في احد احابب يجاوب طيب حكينا نحنا التي تي بي البنتاد البنتاد يعني الخماسي تابعه لما غطينا الحالي اه حاطينا التي تي بي البنتاد تابعه الخماسي نقص صفيحات اه المايكرو انجوباتيك هيمولاتيك انيميا يعني انحلال الدم تمام اي حكينا في كافي شغلتين حتى انت تقول هي تي تي بي ولكن الخماسي كامل هو اه نقص صفيحات حلال دم فشاكولوي حمى وايش شغل خامسة اللي هي اه اعراض عصبية طيب المريض هذا عنده مكتوب هوني فرض كالسيوم وما بصير بالتي تي بي فرض كالسيوم هذا يك حطينا بسي الخربطة بس فما بصي عندك هايبوكالسيمية بتي تي بي بسي عندك قلوس صفيحات فشكلاوي حمى وفقد دم حلالي طيب اه ما هي مسببات الفيزيولوجية للتي تي بي قصور نقل عظم نقل عظام مضادات ضد الادم تي اس 13 حكينا على هذا البروتين تعطيل المتممة خباثة كامنة في حلوة برة من الزملاء طيب التي تي بي كما حكينا تعطي للموترنيمي دكتور لا التي تي بي اذا تذكر حكينا انه انه بصيف عندك مضادات ضد البروتين هاد الانتي بادي ضد الادم تي اس 13 فهو بيتعطل هاد فبأدي الى عدم تكسير العامل تخثر الوينبراند فاكتور فاذا اتعطل هداك الهدب سبأدي الى نقل الصفاحات والخثورات ومشاكل تي تي بي يرجع اذا كان المحاضرة الرابعة كانت هيا المحاضرة الرابعة اللي حكينا فيها على تي تي بي تمام الان ما هو اه حتى اكتب الجواب هون ما هو اه افضل علاج للتي تي بي علاج كيماوي نقل صفاحات نقل دم مراقبة فقط ولا فصل البلازمة فصل البلازمة الايجابي تمام فصل البلازمة ليش لان احنا عنا مرض مراعي عب ادي الى لاضضاد ضد ضد الادم تي اس تراتين فنحنا افضل شي انه نحنا نشيل الاضضاد هاي عن طريق الجهاز حكينا في اسمه اول اسم تاني او فصل البلازمة مثل كيف بصي في عند غسيل كلا جهاز معين نفس الشي توصل المريض وبصي في فصل البلازمة اه علاج كيماوي ما دخل هدا مو سرطان اصلا تي تي بي اه هدا مرض مناعي اذا نقلت صفاحات نفس الشي هتروح صفاحات مرة تاني هاصي فيه الى استهلاك سريع وحتروح نقل الدم كمان نفس الشي مرض مناعي يعني انت نقل الدم حيروح ويفرته مرة تاني انت بدأت تنقل انت بدأت تحل السبب الاساسي اللي ادلت تي 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 بي اللي هو الاضضاد مراقبة لا مراقبة عندك مريض في عنده اعراض كتير عنده مشاكل مريض التي تي بي اذا ما تعالج بيموت بيموت من ايش حكينا في يا ما بيموت يعني في عنده اسباب كتير ييموت المريض النزيف بسبب نخص الصفاحات قصور قلب بسبب الحلال الدم الشديد وفقر الدم ييموت ممكن بسبب بتخثر المريض وسعنده يعني مشاكل مصمرة اوية بموت فافضل طريقة انه يتعالج بسرعة يتشخص بسرعة ينعرف بسرعة مشان بسرعة آآ يصفي علاج فصل البلازمة طيب يا جماعة الله عطيك ونعافي اخي ياسين انا بدي كلمة زملاء مشان اسبوع القادم كما بركي نفس الشي ثلاثاء واربعاء بركي يكون في كمان محاضرات نغطي الاجزاء الاخرى من المنهاج ان شاء الله احنا سهلا بلجنا فقر الدم ان شاء الله عملنا بس فقر الدم في عنا يعني منهاجة نمشي عليه ان شاء الله يعني مشاكل كنا الدم البيضاء مشاكل الصفاحات في عنا كمان يعني لعطي محاضرات بسيطة بداية عن مضوع اللوكيميا والليمفومة ومالتو مالوكما ان شاء الله ان شاء الله عزيزي دكتور دكتور بس في نقطة اول ما بلجنا المخاضرات فقر الدم التمويل في ملف اعطيتنا منه دكتور بس ما ارسلت لنا يا دكتور ارسلتنا ملف اللي بعت لي نفسه ملف السن الماضي في عنا استايدات ناقصة فاذا كانت برأيك ضرورية لو ترسلنا الملف لانه صعب لو هيصير يا اما لقطات شاشة او يطبع له هيك شيء اضعك بعد تبعات اللطاقات ليه دكتور خلط ابشير ان شاء الله حياك الله دكتور الله يسلمكن يا جماعة اذا حدا عنده اي سؤال اي استفسار اي ملاحظات اي حالات ممكن دايما انتبعتون على الخاص اذا بدكن والاخي ياسين عنده رقم تلفوني ان شاء الله حياك الله دكتور يا الله يا الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة